سيناريات المتوقع التشكيلي المتوقع من وجهة نظرك الأوراق الربحة في المنتخب يعني ممكن يراهن إيها بدلال العالمين طيب نرى في الأوراق الربحة عندك طبعا أحمد سيد زيزو هو بديل محمد صلاح يبدأ بزيزو يعني يبدأ بزيزو في الناحية اليمين عمر مرنوش هو بموجود بس هو المطشور اللي أنا بتعغيني يلعب كمهاجم وهمي أو مهاجم صريح المرة دا هيلعب على الناحية الشمال مصطفى محمد يبدأ من البداية في خط الهجوم عمر الصلاحي يعتقد مما يبقى يبدأ أساسي النهاردة لأنه عمر راجع من إصابة يعني ولعب المطش اللي فات فبالتالي أنه ممكن ما يبقاش موجود النهاردة حمد فاتحي به هو اللي موجود مع إمام عشور مع تواجد محمد مجد أفشي طبعا الخط الخلفي ما فيوش مشكلة محمد الشنوه يبقى موجود يرجع كانوا في حراس المرمى بدل أبو جبل عمر جابر موجود ولكن في بعض الكلام في الجهاز الفني أنه عمر كمال هو اللي شارك بحيث أنه عمر جابر شارك في المباراة الأولى فبالتالي ندي فرصة لعمر كمال عب واحد يبقى موجود في المباراة اليوم الاتنين المساكين محمود حمد الونش موجود المفاضلة بين باهر المحمد اللي انضمه مؤخرا ومحمود علاء والباكليفت أيمن أشرف فده بشكل كبير يعني 90% من تشكيل المنتخب اليوم عندك طبعا على دكة البولاء عديد من الاختيارات زي ما حضرتك قلت إبراهيم عادل أحمد رفعت المنضم مؤخرا للمنتخب يبقى ليه دور فبالتالي أنه ده التشكيل اللي ممكن إهاب جلال يبني عليه على حسب سر المباراة بتبدأ يتغيري واحدة واحدة في القصة محمد إبراهيم ممكن ياخد فرصة النهاردة في المباراة أحمد حمدي كمان عنده فرصة كبيرة جدا أنه هو يشارك النهاردة ويظهر بصورة كويسة لو المطش يعني على حسب السيناريوهات أحمد عاطف المهاجم ممكن يبقى ليه دور النهاردة فبالتالي أنه إهاب جلال عنده سيناريوهات كتيرة جدا ولكن كل ده حسب سر المباراة كمان أنه الحرارة والرطوبة هتأثر بشكل كبير على أداء المنتخب فالناس برضو ما تنتظرش النهاردة من المنتخب أداء فن عالية فبالتالي أنت بتلعب النهاردة على أنت متارجة التلاتة نقاط أو أنك أنت متقصرش أنك أنت بتلعب خارج أرضك لكن يقل بدنيا أنت تكون بأفضل حالاتك